ازاي بيتم انتاج الطاقة الكهربية ونقلها لغاية ما توصل عندك للبيت او مكان الاستهلاك ده اللي هنوضحه في الفيديو ده اي شبكة كهربية بتتكون من 3 اجزاء رئيسية اول جزء هو نظام انتاج الطاقة وفيه بيتم تحويل الطاقة من صورة معينة لطاقة كهربية عند جهد وتردد بقيم محددة مسبقا وفيه انواع كتير من طرق انتاج الطاقة الكهربية هنخصص لها فيديو منفصل تاني جزء من اجزاء الشبكة الكهربية هو نظام نقل الطاقة الكهربية وهو عبارة عن شبكة كبيرة من خطوط نقل الطاقة ومحطات المحولات اللي من خلالها بيتم نقل الطاقة الكهربية من محطات الانتاج وتوصلها لاماكن الاستهلاك اللي عادة بتكون على مسافات بعيدة من اماكن انتاج الطاقة الكهربية تالت جزء من اجزاء الشبكة الكهربية هو نظام توزيع الطاقة وهو اللي من خلاله بيتم توصيل الطاقة الكهربية للمستهلكين باختلاف انواعهم زي المدن السكنية او المولات والمباني الادارية والمستشفيات والمصانع